سامي تعالى نرجع معاك ونستعيد الزاكرة القضية أعتقد مهما مرت عليك من مباريات ومن أحداث لكن تظل للبطولة التاسعة البطولة القضية هي الأغلى في تاريخك يعني بالنسبة لي كانت أكبر فرحة الواحد حصلت له في الكورة يعني في من أول سواء أنا الواحد العيب أو مدرب فرحة كبيرة جدا يعني وبطولة كبيرة جدا بالنسبة لنا كانت مهمة قوي مش على مستوى بس اللي انت بتلعب نازل مالك لكن على مستوى اللي احنا كنا مهم جدا أخر بطولة كانت كابتن محمد يوسف 2013 بعد كده أخذنا الكون فيدرالية كان مهم جدا نحنا نرجع يعني كان تفكير النادي وتفكير الكابتن تفكير النادي ككل يعني اللي احنا نازم نرجع بشكل كويس يعني الرجوع كان أحلى طبعا خصوصا أصاد نادي الزا مالك طبعا كانت بطولة مهمة بالنسبة لنا قوي قوي على المستوى الفني ممكن حتى قبلها 2018 ممكن احنا عارف حضرك عارف طبعا لعبنا بطولتين السنة ديت ترجي وبعد كده خسرنا من الترجي في نهاية خسرنا من الترجي في نهاية وعد كده خرجنا من صندوز صندوز متأسف الاختيار اللي تم على موسيماني كان يعني اعتقد كان اختيار موفق جدا يعني كان ناس كتيرة شككت في الاختيار ديت لكن اعتقد كان كابتن كان عندهم بعض نظر صحيح في موسيماني كان راجل عنده خبرات كبيرة جدا يعني ممكن من الفرقات الجميلة يعني اللي هو احنا خرجناها وبعد كده جي لعب معانا قبل النهاية قصاد الوداد صحيح وربنا كرمنا بالبطولاني الفرقه برضو نادر ان اتتكرر هو كان مضارب سانداونز في طور الربع النهائي ولعب الوداد برضو قبلها ولعب الوداد قبلها كان معاه في المجموعة وبعد كده احنا خرجناه وبعد كده جي معانا خرج هو الوداد فالحمد لله كانت بطولة كبيرة وكانت فرحة كبيرة جدا لنا وبمهورنا كان بالك قدي في الجهاز الفنية كابت سنة 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 هي نفس السنة دي لا تاني سنة تاني سنة كانت القولها مع لسارتي كان اول تواجد لميشيل يانكم في مصر مع فيلر وكان يعني من المرات اعتقد ان لم تكن الذاكرة خاناني من المرات الليلة الاهلي بيستعمل بدارب حراس مرمى اجنبي صح كان ميشيل اول مدارب حراس مرمى اجنبي يا رب ما كنت كنش ذاكرتي غلط يعني وانت جاي مصر وانت داخل على النادي الاهلي ودخلت وقريت بالتأكيد على النادي الاهلي كتير لكن لما دخلت بقى وشفت الحدوطة والاهلي والجمهورية والتمسك بالبطولة الافرقية احكيلي شوية بالفعل كانت سنة غير معقولة وحدث فيها الكثير من الاشياء كانت سنة فيها الكثير من الاحداث وكان ايضا هناك كوفيد 19 واول مباراة على ما اتذكر كانت ضد الزمالك كانت مباراة صعبة جدا بالنسبة لنا هنا سوبر كان السوبر المصر لثلاثة نيه وكان ماتش هام جدا لنا قبل البطولة ثم بدأنا البطولة وبدأنا بداية جيدة واعتقد اننا قمنا بـ 18 ارتسار متتالي وثم ات جائحة كورونا وكانت بالنسبة لي انا جديد وكان شرف كبير لي ان اكون في الاهلي لانني قرأت عنه نعم لكن هو بالفعل يعتبر اكبر فريق في افريقيا اذا فترة الجائحة كورونا كانت صعبة وكانت لم تكن سهلة على الجميع وايضا للفرق الاخرى وحتى في الشامبيونز ليج ايضا وفي البطولات الكبرى وكما قلت ايضا انا احنا نتذكر من مباراة سانداونز ايضا وكانت نتذكر نتيجة 5-0 اذا وذهبنا الى النهائي ضد الزمالك وكان ماتش هام جدا للنادي لان في هذه اللحظات مدثماني وصل الينا وبدأت الدربي ولدينا مباراة عندما نقول ان في مباراة كل الاحلول ممكنة هي انها مات مباراة 50-50 سواء اذا استطيع ان يحدث اي شيء سواء كروت صفراء او كروت حمراء لكن بفضل الله وبدعم الجماهير ونحن كان علينا ضغط كبير عندما اشاهدت الشوارع والجماهير واحتشادها وان كان علينا في البطولة في البطولة كان علينا الكثير من الضغوط لكن اقول لكم ان الاهلي معتاد على هذه الضغوط وعندما تلعب مع الاهلي يجب ان تكون على دراية كاملة بدغوط ضغط الجماهير وبدغط الاعلام ايضا لانه تحت المنظر دائما ولكن بفضل الله هذا الانتصار حقتنا ونحن بالفعل نستحق هذا الانتصار هنحك كتير خلينا نروح لميشيل ميشيل انت جاي مع فيلر وفيلر رحل وجي موسماني والاهلي صمم ان انت تكون موجود لانك انت عامل نجاحات كبيرة جدا فرق التغيير ما بين فيلر وموسماني ودائما المدرب بيحب يجيب جهازه لكن الاهلي صمم على وجودك وانت بقى بدأت النجاحات تتالى بعدها انا كانت حقيبتي جاهزة للمغادرة وعندما رأيت عندما ارى رأيته يراحل فان حقائبي كانت جاهزة للمغادرة ولكن سيد اتصل بي وقال لي انا مع الرئيس اسكيس الخطيب في بوزة تليفونية انا لم افكر كثيرا فعندما عرض علي وقال لي انه يريدك ان تبقى انا استمرت قررت الاستمرار وكان هناك وعملت معا وقال ابلغني انه تم التعاقب مع موسماني وسوف يقوم بدمجك داخل فريقه لانه واقول لكم اننا مع الفريق الجنوب افريقي لم يبقى سوى سامي وكما قال سامي نحن نعرف كثيرا افريقيا وفي الحقيقة كان يجب في هذه اللحظات ان نكون في قمة تركيزنا اننا الباني مباريات صعبة عندما رحل ريني ونحن في امام مباريات مهمة موسماني قام بعمله وبمهمته كما يجب وقام باعداد الفريق جيدا وبالنسبة لي مرت الامور بشكل رائع وكما رأيتم النتائج التي اتت فيما بعد وما حققناه معهم وكانت الامور تسير بشكل رائع وقام هو ايضا بعمل رائع وطيحت له كل الظروف من داخل النادي لكي يعمل بشكل جيد ويفوز ايضا او نفوز الفرد يا صعب شق شق صعب ان اقول كل مدرب انا لدي 26 عام من الخبرة في العمل وعملت مع الكثير من المدربين هناك كل مدرب له طريقته في العمل طريقته في التوائم مع اللاعبيين ومع النادي كل مدرب له شخصيته ورؤيته المختلفة وطريقة لعبه وخطته وهناك الكثير من الاختلافات حتى التقرير الذي يحرره وكان يجب علينا ان نتوائم ونتأقلم مع هذا الوضع وان نحكم على مدرب فهذا صعب جدا وخاصة بالنسبة لي كل منهم له مميزاته المختلفة حسيت بالراحة النفسية لما السيد محمود الخطيب كلمك قالك عايزك تستمر وقل لي كواليس او الاجتماع ضرب بينك وبين مسلمان وخدها نكون امنا يعني مدرب افريقي حابب يكون مساعدين كلهم من معاه لكن نجاحاتك هي اللي خلت الجميع يصمم على بقائق اول لقاء مع موسيماني كان عامل ازاي موسيماني هو بالفعل لعب في بلجيكا هو اعتقد هو كان سعيد انني سوف اعمل معه لانه لم يحدثني على الاطلاق باشياء اخرى وكان سعيد وكان يرى ان الامور تسير بشكل رائع مع حراس المرعى المرمى وهناك لا يوجد اي احتياج للتغيير الامور تسير بشكل رائع وكان يريد ان تستمر الامور على هذه المسيرة هذا نوع من الزكاء لا ده متسماني لم يكن يريد التغيير من اجل التغيير اذا هل يريد ان احضار شخص من جنوب افريقيا لكي يكون الطريق من نفس الجنسية لا هو يعمل للصالح العام وبالفعل هو له رؤية رائعة اول لقاء بيننا كان رائع اول محادثة بيننا وقال لي ما ينتظره مني وشرحت له طريقة عملي ورؤياتي ومرت الامور بشكل رائع جميل الاهلي امام الوداد في نصف النهائي الزمالك امام الرجاء ايضا في نصف النهائي ومحدش عارف انتو كجهاز فاني الاول قولي بدأت ازاي التعارف مع موسيماني او على موسيماني شفت فيلر ازاي شفت موسيماني ازاي الفوارئ اللي موجودة بالاتنين خاصة ان الكل يتذكرهم بكل خير رغم الفترة القصيرة الفيلر لكن حالة من الاحترام الغير عادي من جميل النادي الاهلي الفيلر حتى هذه اللحظة ورغم ان موسيماني ما تكملش لكن جميل النادي الاهلي بتكن له كل الاحترام بطولتين افريقيتين سوبر افريقي كاس مصر وكثير من البطولات باستثناء الدوري السوبر المصري باستثناء الدوري المصري لكن كل البطولات كان موجود بقوة فيها وزي ما قلت لحضرك طبعا كل واحد ليه اسلوه طبعا اتنين مدرستين مختلفين جدا يعني ايه اهم ما يميز مدرسة فيلر واهم ما يميز مدرسة موسيماني هو دايما واحد يا كابتن بيقول ان ربنا بيدي كل واحد حاجة ينجح بيها ودي حاجة مهمة جدا يعني دايما بحبش المقارنات بس كل حاجة لا انا بعملش مقانون لا ما اصدش يعني اكلم على معظم الناس يعني دايما بتفضل ده ولا ده لا ما فيش حاجة اسمها كده فيه حاجة اسمها فيه كل واحد ربنا بدي له حاجة يقدر ينجح بيه نعم فيلر كان من الناس اللي عملت ريتم كويس للفرقة اه اختريارات اه ريتم كويس جدا سواء من ناحية التمرين سواء من ناحية الأداء سواء من ناحية الضغط سواء من ناحية تفكيره نفسه اللي هو هو عاوز اقصر طريق اللي انت تروح بهير المرمى دي من الحاجات اللي فادت كتير من اللعيبة الغموض شوية في بعض الامور شوية برضو ادى اللعيبة تخاوف بقى فيه منافسة كبيرة جدا اللعيبة في التمرين وفي الاختيارات اللعيبة اه فدي من الحركات اللي كانت بنتميزه يعني نعم اه مسماني بقى راجل وقيعي اه متمارس في افريقيا عارف ازاي يلعب تحت الضغوط عارف ازاي يلعب الوداد لانا قلت لحضراتك هو من اكتر مدربين اللي لعبت قصاد الوداد نعم حتى كان حظه كل سنة اللي هو ابق معاه في المجموعة نعم فكان حافظ الفرقة كويس يعني وكان لسه قبلها كان لسه من لعيبهم فحافظ جبران وحافظ الناس كلها بتاعتهم وحافظ كل الناس يعني بشكلهم حتى لما الصراحة كان معاه برضو مميز جدا سواء كيفين او موسي او كابيلو او يوشا او لما جيه برضو الفاتر معانا فكانوا بحضر كويس للمبريات وبيعيشوا كويس وبدخلوا اللعيبة بشكل كويس فهو من ناحية برضو النفسية كان من الناس اللي بتقدر تخلي اللعيبة تخرج افضل من عندها ممكن ففتارات كبيرة جدا من اللعيبة كان عندنا يعني افشا كان في حالة كويسة كان بدي له ثقة علي معلول لعيبة كتيرة جدا جونيور ففتارات كبيرة كان برضو بيدي له ثقة بما معانا ديانجي وحمدي فتحي سولية فكان من الحاجات دي اللي كانت بيتفيده جدا وفديتنا جدا يعني المستوى الفني اللي احنا نقدر خصوصا في افريقيا لان برضو انت عارف الترجل بتاعك معظم مضربين الافاركة دايما هو عايز بطوط افريقيا مركز فيها بشكل كبير جدا واعتقد اللي هو ساعدنا واحنا ساعدنا يعني كالعيبة وكنادي اللي سمعه نمو سيماني يعني عاشق للتاكتك يعني معظم وقته ومعظم حياته على التاكتك يعني انت قلت نقطة مهمة قوي على فيلر الرتم بتاع الفرقة الغموض اللي موجود فيه لكن وانا مما روحت اتفرجت على تدريبات النادر اهلي كان طول الوقت تاكتك ويوقف ويحفظ وهكذا يعني هو من ناس فعلا اللي بتحيب التاكتك جدا حتى بيعمل تقسيمات كتيرة جدا كن الناس كانت مستغربة يعني اسلوب اللي هو بيشتغل به يعني لكن هو من يعني كوتش اعتبر كوتش مدرب كبير يعني عنده خبرات وعنده رأية كويسة ومطالع على طول ويحب يوقف العيو بشكله معين ويضغط بشكله معين فلا مدرب مميز يعني من الناس اللي لوحد تسفاد منها برضو على المستوى الشخصي اول مباراة فرقية ليه الاهلي والودات في المغرب فجئنا جميعا طريقة اللعب الضغط كأنك بتلعب في ملعبك ومباراة الاهلي كسب 2-0 كممكن يكسب اكتر من كده بنتيجة اكبر بكتير احكيلي شوية ما هو زي ما قلت الحضارة بك هو كان حافظ الفرقة دي حافظ الفرقة دي وممكن احنا كان عندنا ميزة شوية هنا زكاء من الادارة انها اخترت المدرب اه ما قلت الحضارة بكده كان احتيار موفق جدا طبعا من الكابتن والناس اللي كانت مسؤولة طبعا في ملف الكورا يعني ان اختيار كان خارج الصندوق الزكي جدا جدا يعني اه هو كان زي ما قلت الحضارة هو لاعب الوداد في دور المجموعات عنده حافظهم يمكن برضو كان احنا عندنا ميزة اللي احنا بدأنا بدري شوية عن الوداد كان حالة بدنيا بتاعتنا مميزة كنا احنا اجهز منه بدنيا لانهم متأخروا شوية برضو عننا فممكن احنا في الاول في بداية المباراة جبنا جولنا عن طريق اقفش عن طريق الضغط العالي زي ما حضرتك قلت يعني فكان تاكتك كان مناسب جدا يعني لشكل المباراة والتصور اللي هو عامله كان الحمد لله كان ربنا موفقه فيه جدا موفقنا فيه التصور اللي حطه اللي حصل في المنعب يعني انت مفيش مدرب يعني يعني بنسبة بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة طبعا بنسبة كبيرة جميل سعادتنا كمان في النتيجة وفي الأداء وفي الشكل وفي الثقة للناس كمان كجمهور كان متخوف مثلا لقد ادى الثقة للجمهور وادى الثقة للعيبة وسعادتنا الخصوصها في المباراة التانية برضو كان شكل أحسن نعم أحسن بكتير والأداء كان أحسن والسكور كان أعلى انت بتكسب الوداء برضو فرقة كبيرة وكان بطل السنة اللي قبلها فكانت حاجة مويزة جدا يعني بالنسبة بتسمع جمهور الأهلي يقولك شناوي عظيم هاي الرائع بس الأهلي محتاج حارس مرمى تاني لكنه من مع فيلر بدأ مصطفى شبير ياخد فرصة وبعدين يمكن تراجعت شوية وبعدين رجعت زالت تاني وشفنا حمزة كمان أعلى بياخد فرصة وشفنا السنة اللي فاتت مصطفى مخلوب بياخد فرصة لكن أنا بتكلم على الفترة الصعبة دي كان معك على لطفي ومن حراس الممتازين جدا فكان محمد الشناوي على لطفي مصطفى شبير حمزة علاء ده كان ترتبهم اللي لم تخلني الزاكرة هل أنت حتى ميشي على لطفي كمان هل فكرت أنك داخل على بطلات إفريقية وداخل على تحديات صعبة أنك تطلب حارس وإزاي كان التعامل بقى مع الشناوي وكان الحارس الأول والأوحد للفريق في هذا الوقت كان هناك أيضا إكرامي كان أيضا إكرامي موجود نعم إذن بالفعل كان للاقي الكثير من المقاتلين في هذه اللحظة كما أقول إذن أنا حاولت أن أوداء أقوم بعمل تدوير لهم وبالفعل شغلت بشكل قوي معهم وكانت أضع في اعتباري أنني لدي راعبين رائعين حراس مرمى رائعين إذن في الأهلي أقول لكم إذا نعم نقوم دائما بعمل المقارنات مع الفرق الأخرى وأقول لكم لديهم الكثير من المميزات يعملوا بشكل رائع العمل مع الأهلي صعب أيضا وليس سهل صعب لي وكما أقول برك لماذا هو صعب لأن يجب أن يكون في قمة الأداء يجب أن تكون قوي نفسيا وبدنيا وفنيا وهناك الكثير من الضغوط ضغط الجماهير ضغط المدرب أقول لكم إعداد لعب محراس مرمى الأهلي ذهنيا ليواجه الصعوبات أيضا أنت لعبتك حارس مرمى في الأهلي وهذا ليس سهل صعب عندما تقوم بعمل خطأ من الممكن أن تقابل الناس في الشارع ويتواجههم خاطر ليست هجوم لكن لن توجه هجوم والإعلام والميديا وكل هذا إذن إنه ضغط كبير إذن سوف تنتهي حياته في اللعب مع الأهلي أو حياته في الكرة مع الأهلي وهذا خوف كبير أيضا إذن يجب أن نعدهم نفسيا وزهنيا لجميع الظروف وخاصة نقوم بعمل مع الشباب من حراس المرمى يجب أن يكونوا جاهزين في كل هذه النقاط إذن لو قلنا أن مهاجم أحضر خمسة أو ستة أهداف لا نقول له شيء لكن أقول لكم أن اللعب مع تدريب حراس المرمى وإعدادهم سواء جسديا وزهنيا إذن أقول لكم أيضا إذن أقول لكم أن المواهب التي لدي كل لعب فيهم لديه موهبة وإذن يجب العمل على هذه الموهبة وبفضل الله أن لدينا جميعا كبيرنا سواء مع الفريق أو مع حراس المرمى وكما قال سامي نحن مجموعة أننا نقوم بالتدريبات الفنية والنفسية والزهنية وأقول لهم أننا نقوم بالأداء بشكل جيد أنكم جميعا جيدين إذن أقول نعم لم أقول أننا نريد شراء حراس أنا أقول دائما لا نريد شراء حراس مرمى جدد إذن عندما مثلا أصيب الشناوي كان لدينا البديل القوي أقول لكم لديك بأن يكون لدينا كثير من اللعبين لديهم الخبرة لكن أنا داي شباب أقوياء إذن سوف أعود إلى مشكلة التي حدثت مؤخرة لأن ليس لأن وصول حراس مرمى أو التعاقد أن حمزة مثلا أو شوبر لن يستطيعوا اللعب المنافسة موجودة هل نتكلم على المفاوضات التي كانت مع أبو جبل أو التعاقد مع الزنفلي أو كلام على بسام نعم بالتأكيد إذن ليس من المؤكد أن يأتي هؤلاء اللعابين ولم يوقعوا إذن وليس من المؤكد أن يأتوا ويلعبوا لكن في رؤيتي أنا مشروعي هذا ليس له علاقة ما بين السن إذن هل نقول أنه لأنه متقدم في السن سيتأثر أدوه هذا ليس لا أن الحالة هذه لا أعطيها أي أهمية إذن عندما نقول أنه أتى من الخارج ولديه الكثير من الخبرة أنه جيد الهدف موجود نحن لن نفقد الشباب أقول لكم الشناوي يأدي بشكل رائع لكن الشباب أيضا رائعين ويوجد المنافسة القوية سواء ما بين حمزة ومخلوف وشبير وشناوي إذن كل لاعب بينهم سواء في مرحلته السنية أو بخبرته يقدم أفضل أداء ويقدم أفضل ما لديه ويبزل أقصى مجهود إذن شناوي هل سيقول لا أنهم شباب لا أبزل مجهود لا الجميع يبزل نفس المجهود وتوجد المنافسة إذن أنت حارس جيد إذن أنت كنت حارس مرمى وتعرف عندما تقول أنا الأفضل ولا يوجد ولا يوجد أحد قريب مني يهددني لا إذن هنا المنافسة موجودة إذن الجميع يستفيد النادي المدرب كل الجميع يستفيد من قوة هؤلاء الحراس المرمى أنهم أنهم أسرة وحدة ويعملوا جميعا مع بعض بنفس الروح روح الأسرة بص يا كابتن ساني من النادر أن جمهور الأهل يهتف لحد غير المدرب يعني أنت عندك مدير فني سواء كولر سواء موسيماني سواء فيلر أو 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 فالناس بتهتف للرجل الأول دائما وأبدا العلاقة اللي وصلت بينك وبين جمهور النادي الأهلي للحب ده أو للثقة دي اللي أنا قلت عليها قبل ما نطلع الفاصل أعتقد أنت تعبت جدا جدا عشان توصل للمرحلة دي مع النادي الأهلي الحمد لله الحمد لله طبعا ده أولا فضل ربنا طبعا الحمد لله صحيح الواحد بيجتهد وبيخلص في الأول طبعا بشكر طبعا الكابتن الاختيار ما تحكي لي قصة اختيارك في جهاز الفني النادي الأهلي أنت كنت صعد بحرس الحدود للدور الممتاز وكل التوقعات أنك حتكمل مع حرس الحدود إيه اللي حصل جيت النادي الأهلي إزاي ومن مدير فني لمساعد وحاست أنك مبسوط جدا رغم أنك من رجل أول ومرشح تبقى مدير فني في الدور الممتاز إلى مساعد في النادي الأهلي لكنه كنت حاسس بحجم السعادة اللي موجود عليك طبعا ده شرف كبير جدا الواحد يمتمي طبعا لكيان كبير زي النادي الأهلي وزي ما حضرك قلت ممكن الحمد لله الواحد كان نجحات كويس جدا في حرس الحدود والحمد لله صعدت بالفرقة ممكن حصل موقف كده مش أحزن حاجة يعني وأنا بعيد فربنا عوضني بحاجة أفضل يعني لما كنت نكملت في حرس الحدود ما كنتش عامل الحمد لله التاريخي الكبير اللي واحد عامله دوت وزي ما حضرك قلت الحب الحمد لله المتبادل بيني بين جمهور النادي الأهلي وأنه صحب فضل كبير علي كابتن خطيب وكابتن زيزو الصراحة كان ترشيح من كابتن زيزو وبعد كده كابتن كلمني وقال لي يعني أنت هتبقى معنا بس هتبقى معنا رقم ثلاثة يعني وقته طبعا شرف لي طبعا طبعا أنا كنت شايف إن ده كان تعويض من ربنا على التعب اللي الواحد تاريخ ساعة اللي صارتي كان كارترون 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 وكابتن يوسف وبعد كده كنت أنا معهم تاريخ وبعد كده الحمد لله بقى يمكن برضو أنا إحساسي إن الفترة اللي الواحد كان فيها مدير فني الحمد لله خدت خبرات كويسة كبيرة وعرفت دوري إيه لأن ده كان مهم جدا يعني الحمد لله يعني عرف دوري كويس بقدر أعمل دوري بالشكل ما يبقاش فيه تجاوز على أي مدير فني أو حاجة زي كده أو لأنا أتعد حدودي بقول رأيي بمنتهى الأمانة ومنتهى الأريح والحمد لله يعني ممكن هي دي برضو الثقة اللي أنت عارف حضراك عارف الأجانب ما بيسقوش في حد بسهولة ودي كانت حدا مهم جدا الحمد لله خمس مداربين أجانب سوارش كمان في الفترة في يعني فالحمد لله يعني الواحد بيحاول يجتهد ويحاول يخلص ويحاول يبقى مركز جدا في كل في كل الظروف يعني سواء في الملعب أو بره الملعب أي دور اتطلب مني يعني سواء يكون رقم ثلاثة أو رقم اتنين أو مدير فني في أوقات الحمد لله تحملت فيها المسؤولية أو القائم بعمل مدير كورة في وقت من الأوقات برضو لحد ما جاء كابتل رمضان فأعتقد الحمد لله كان يعني حاجة يعني بحاول أعمل علي حاول أعمل أقصى حاجة ملدية والحمد لله كان تأدير ربنا وكرم ربنا كان أفضل حاجة لي طيب ميشيل كنت خلاص خدت خبرة إفريقية الفوز على الوداد من قبلها الهلال من قبلها النجم الساحلي ثم وصلنا للزمالك أولا نفس السؤال سألته الكابتسامي بسأله لك هل كنت تفضل للزمالك ولا الرجاء نمرة اتنين الأجواء في وسط الكورونا والتدريب وكان فيه فترة أجازات ومشكلة وحدوتة إزاي قدرت تتعامل وكنت تفضل تبقى مباراة واحدة لمبارتين أول سؤال أعتقد أن لا يوجد تفضيل في المطش النهائي فأنت الفريق الذي سيصل سوف تلاقيه عندما تصل إلى النهائي أو نصف النهائي في البداية في العالم بأسره إذن فهم أفضل فرق في القار رائعا كان إذن بالنسبة لنا الزمالك أو فريق آخر أقول لكم بالفعل أن الزمالك هو خاص نوعا ما لأنه دربي الدائما ودائما أي من المنافسة موجودة ولديهم مشجعيهم ودعميهم إذن فهو فريق كبير أيضا لكن ليس لدينا الخيار نحن يجب أن ألعب المباراة ووصل إلى النهائي والسؤال الثاني أو فضل مباراة أو مبارتان في النهائي صعب صعب أن نقول ذلك عندما نذهب إلى النهائي هو مباراة واحدة الأضل إذن لو كانت مبارتان نحن لعبنا مباراة وفوزنا ولعبنا في مبارتان وفوزنا إذن أنا أقول لكم في البداية قبل أن ألعب مباراة وزهاب وعودة كنت من أنصار مباراة واحدة للنهائي إذن ليس من السيء أن نلعب مبارتان هناك الكثير من البهجة والأجواء المباريات وهناك كثير من كرة القدم إذن ليس لدي تفضيل معين في هذه النقطة لكن في خصوص جائحة كورونا كان مرعب في العالم بأسره كان بالنسبة كان أكثر رعبا كنت أمت برو جرام إزاي للحراس بتوعك خاصة أنه لا الموقف صعب مسهل أجازات ما فيه شغل الناس في حالة خوف في حالة رعب إجراءات احترازية بالتأكيد أنت كمان يعني مكنش أخذ راحتك لما أقول لكم أن هنا لمدة سلاسة أشهر كنا في المجهول وهو كان توقف كامل لا يوجد كرة قدم لا يوجد عمل مرئي لحراس المرمى وهذا صعب ولم أكن أفعل ما أريد لكي نعود نحن نحن تحدثنا وأتحدثت معهم كثيرا خطرهم يجب أن لا تعود مع عدة كيلو جرامات زيادة في الوزن وهذا صعب يجب أن تعمل بالفعل بالفعل الوزن الوزن كان بالنسبة تأتي بعد ثلاثة أشهر ونجد عشرة كيلو جرامات زيادة وتذهب للعب نهاي بطولة أو نهايات بطولة وهذا صعب لكي تقوم بإعادة لعب أو حرس مرمى إلى فرماته الطبيعية بعد مدة ثلاثة شهور من الطاقف من الصعب صعب جدا أن يعود إلى فرماته بشكل هذا يحتاج إلى الوقت وكثير من الإصابات تحدث بسبب هذا الوزن الزائد أيضا لكن أقول لكم كانت فترات صعبة جدا لكنها كانت على الجميع وكان جديد هذا أمر جديد على الجميع ماذا فكرت كثيرا ماذا سنفعل لدينا الكثير من البطولات هل سيقيفه هل سنعود اللعب لا نعلم أيضا في دوري الأبطال النصف النهائي ثم النهائي كانت كل هذه الأمور في رأسي وتدور في خلبي دائما إذن كانت النقطة لم تكن مرتكزة فقط على كرة القدم أقول لكم أنكم عندما تأتي أمام لاعب وتقول له صباح الخير من بعيد فهذا أيضا شيء مخيف لكن بفضل الله استطعنا أن نتجاوز هذه اللحظات الصعبة لكي نصل إلى هدفنا والذي كنا نرجوه ونفوز بهذه البطولة كان عندك استقرار ساعتها بالنسبة للحارس الأساسي الشناوي تقريباً هو اللعب البطولة كلها من بدايتها لنهايتها هل كان عندك ساعتها خوف من إصابة حد يجي له كورونا كنت زي بقوله عندلك كده باللغة المصرين كنت ماسك قلبك بإيدك أن الحارس الأساسي بتاعك اللعب البطولة كلها محمد الشناوي يحصل له إصابة بالكورونا أو لحاجة نعم بالطبع نحن كان على أن كنا نخاف ليس فقط على الشناوي كل اللاعبين الشناوي نعم هو حارس الأساسي لكن أقول لكم في 2019 كان في قمة كان من الأفضل في أفريقيا أجمعها إذن أقول لكم أن الشناوي له وزن كبير في هذه اللقطة ولكن أقول لكم كنت دائما كان هناك شبير أيضا وكنت أتحدث معهم جميعاً يجب أن تكونوا جاهزين إذن أقول لكم هنتخشى فقط على اللعب الأساسي ونذهب إلى الاحتياط الجميع بالنسبة لنا أنه نفس الوزن إذن نحن كان لدينا كثير من الحظ لكن نحن كنا جاهزين بعدم إصابة أحدهما أو أن يتلقى الفيروس أو يصاب بالفيروس أيضاً إذن سنقول كل مباراة كنا في هذه الدوامة هل هذا اللعب سيصاب أم لا؟ هذا اللعب في التحليل ننتظر النتيجة أقول لكم كان علينا أن لا نفقد أي لاعب بسبب الجائحة نحن في بطولة كبيرة نحن نذهب إلى النهائي بالنسبة لنا الجميع كان مهم كل لعب كان مهم بالنسبة لنا وبفضل الله على مستوى حراس المرمى لم يصاب أحدهم بفيروس كورونا وهذا ساعدنا كثيراً على الاستقرار الحمد لله